طاقة تسبام أزهان أكينار سيد أزهان أهلا ومرحبا بك إذن عمليات صيانة سنوية لأكبر خط أنبيب ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا وتوقعات بتوقف تضفق الغاز لمدة عشرة أيام كيف تقرأ تداعيات تلك الخطوة نعم في الحقيقة لو قمنا بالتقييم الكامل فهناك صيانات دورية شهرية أو سنوية كما تعلمون لا أقوم بربطها في المجمل بالحالة السياسية ولكن لا يمكننا أيضا إهمال مرحلة الحرب أيضا لكن مرة أخرى أقول هل هي أسباب سياسية أم هي مرحلة صيانة إجمالية دورية بالمجمل أقول لا ربما هناك بعض الحجج التي تقولها روسيا ولكن أقول بأن بيد روسيا الآن جميع الإمكانيات والإحتماليات وبإمكانها قطعها في أي زمن ومهما شاءت بالمجمل مرحلة صعبة لجميع مصادر الطاقة على الصعيد العالمي نعم لكن سيد أزهان بغض النظر عن الذريعة التي تم وفقا لها إغلاق ذلك الخط كيف سينعاكس ذلك على المخزونات الأوروبية الواقعة تحت الضغط حاليا هل تمديد إغلاق هذا الخط نعم أقول وخصوصا في هذه الفترة وبعد بدء الحرب الروسية على أوكرانيا أعتقد بأن الاتحاد الأوروبي قد بدأ بمرحلة مبكرة من أجل خصوصا المخزون الاحتياط الاستراتيجي كونها تعلم بأن هذه الحرب سوف تستمر ولكن أقول بأن شتاء طويل صعب ينتظرنا والاتحاد الأوروبي يعلم جيدا بأن اعتماده على الغاز الروسي لذلك يجب على الاتحاد الأوروبي أن يفكر سواء بتنويع مصادر الغاز من دول أخرى وبزيادة المخزون الاحتياطي الاستراتيجي أكثر من مئة مليار متر مكعب تقوم باستيرادها من روسيا لذلك تعويضها بمصادر أخرى أي سلاسل التوريد والإمداد أيضا تتضرر على الصعيد الاقتصادي أقول بأن الخسارة ستكون كبيرة جدا للاتحاد الأوروبي وستؤدي إلى تأثيرات سلبية كم تقدر تلك الخسارة حجم التكلفة التي ستتحملها أوروبا جراء إغلاق هذا الخطو ما هي المصادر البديلة التي يمكن اللجوء إليها بالنسبة للتأثيرات السلبية أو لمقدار الخسارة بأرقام لا يمكن أن أعبر عنها لكن بالمجمل أقول بأن الاتحاد الأوروبي الآن يقوم باستيراد جزء كبير من الغاز الطبيعي من روسيا وهنا العديد من الدول في الاتحاد الأوروبي أيضا يقومون باستيراد الغاز الطبيعي وليعلم الجميع بأن أسعار الغاز الطبيعي من روسيا أيضا هي منخفضة أمام أسعار الغاز الطبيعي من دول أخرى خصوصا إذا ما قررت الاستيراد من الولايات المتحدة الأمريكية أو الغاز المسال أقول مرة أخرى بأن روسيا هي التي ربحت في هذه المعادلة لعربما النورويتش أو بعض الدول الأخرى ولكن الجزائر أيضا رشحة قطر والولايات المتحدة الأمريكية ولكن هذه الدول لم تصل إلى الآن بحجم الغاز الطبيعي الروسي الموجود على المدى القصير لا توجد هناك حلول أمام هذه الدول لاستيراد الغاز ومرحلة صعبة وفصل شتاء قاسي طويل ينتظر الاتحاد الأوروبي لربما الإعلان عن حالة الطوارئ بالنسبة لاستيراد مصادر الطاقة لكن أعتقد بأن الاتحاد الأوروبي سيذكر على المدى المتوسط والطويل من أجل إيجاد بديل للغاز الطبيعي الروسي مرة أخرى المدى القصير اللوبا خاسرة نعم وخلال المدى القصير والمدى المتوسط كيف تخرق مستويات أسعار الغاز العالمية في ظل كل تلك المعطيات على المدى القصير بإمكاني القول كما تعلمون ونحن مقبلون على فصل الشتاء 75 إلى 80 دولار هذا هو السعر الموجود لكن أعتقد بأن السعر المعقول قرابة من 10 إلى 12 دولار وحتى كان من المفروض أن يكون أقل إلى الآن السعر غالي جدا والإعلان عن مراحل الصيانة أيضا أدى إلى رفع أسعار الغاز الطبيعي وهي المرحلة التي تسبق أو الهدوء الذي يسبق العاصفة أعتقد بأن الأسعار سوف تزداد بشكل كبير خصوصا إذا ما اعتمدت الدول الأوروبية على المخزون أو الاحتياط الاستراتيجي لدولتها أعتقد بأنها رويدا رويدا سترتفع الأسعار من 35 إلى 50 ومن ثم تزداد في الفترة أو المدى المتوسط لكن العلاقات الروسية الأوروبية ستظل هي المؤشر الأكبر أما بالنسبة على المدى الطويل فالوصول إلى مصادر طاقة بديلة هي الحل الوحيد وأعتقد وأعتقد بأن أوروبا ستتوجه إلى أسواق جديدة أو إلى الاعتماد على سيد أزهان توريد كندا توربين غاز من خط نوردستريم واحد الروسي إلى ألمانيا كيف ترى هذا الموقف من جانب الحكومة الكندية في ظل العقوبات الغربية المفروضة على روسيا أعتقد بأن كندا لا ربما تكون دولة بديلة لروسيا ولكن على البداء القصير لا يمكن أن تكون بديلة لكن السعر الروسي والغاز الروسي لا يمكن لأي دولة الآن وفيها كندا أيضا لا يمكن أن تبيع الغاز وتقوم بتوريده نعم فرنسا هي الأخرى من جهتها أيضا تستعد لوقف كامل لإمدادات الغاز الروسي كيف ترى هذا التخبط في المواقف الأوروبية طبع يعني في الحقيقة السياسة الأوروبية للطاقة أعتقد بأن السياسيين لا يعلمون خريطة الطاقة وأسعار الطاقة لذلك التحرك بهذا الجهل جهل أعتقد سيكون له تأثيرات سلبية لربما بعض القضاء يتفاوهون أو يصدرون أحكاما وقوانين لكن هؤلاء لا يعلمون خريطة الطاقة وأسواق الطاقة وأسعارها لكن لربما يفكرون بأنها مرحلة بسيطة أو ستعبر ولكن أوروبا ستكون في أزمة كبيرة نعم التصريحات قاسية وحادة جدا ولكن أعتقد بأن النطاق العملي مختلف تماما عن التصريحات الحادة لالقادة والرؤساء ولا يمكن لأي أحد أن يغض الطرف عن خريطة الطاقة وأسعارها ولا توجد إلى الآن آلية عمل واضحة متبعة من أوروبا أو حتى في الأفق يتم أو تم الإعلان عنها أوروبا ستدفع الضريبة والفاتورة باهظة جدا وأعتقد بأن ركودا اقتصاديا قويا ينتظر أوروبا بداية والعالم بأكمله أسعار جميع السلع الآن في ارتفاع فما بالك إن ارتفعت أسعار الطاقة إلى أضعاف أضعاف ما كانت عليها سيد أزهان في ظل تلك الصورة القاتمة هل يمكن القول أن إمدادات الغاز وصلت إلى درجة أسوأ مما كانت الأسوأ تتوقعه في أعقاب الأزمة الأوكرانية في أواخر فبراير الماضي نعم تحليل جيد سيدتي العزيزة الاتحاد الأوروبي لم يعلم بأن الأسعار سترتفع وسلاسل الإدراك والتوريد أيضا ستكون في أزمة الآن من ثمانية إلى تسعة دولار الآن السعر الحقيق قرابة ثلاثمائة أو أربعمائة في المائة ولا تنسوا بأننا موجودون الآن في فصل الصيف وأعتقد بأن فصل الشتاء ستتضعف إلى أكثر من ألف في المائة أيضا سعار البترول والنفط أيضا يرتفع رويدا الولايات المتحدة الأمريكية بدأت الآن باستهلاك احتياطاتها الاستراتيجية أيضا الوضع في الصين ليس بالمبشر ما زال العالم يعاني من وباء كورونا وتأثيراته السلبية الآن القلق هو العنوان الأبرز وكما قلت السياسيون لا يعلمون الاقتصاد نعم رئيس مركز بحوث استراتيجية وسيسة الطاقة تسبام أزهان أكينار كنت معنا من أنقرة شكرا جزيلا لك نتابع معكم في الاقتصاد وفيه بعد قليل اشتركوا في القناة